مما لا شك فيه أن العمل الإنساني سمى بارزة من سمات الشعب الكويتي ولله الحمد فقد بنيت الدولة على أساس التكافل والعمل الخيري نعم إسراء واليوم تعلن بعض الجمعيات الخيرية حصيلة العمل الإنساني لديها خلال عام 2022 حيث هناك بعض الجمعيات تجاوز عدد المستفيدين منها 80 مليون مستفيد ما بين مشاريع تنموية وإيغاثية المجتمع الكويتي يبرهن دائما على أصالة معدنه وحبه للبذل والعطاء فهم رفعوا اسم الكويت عاليا وأصبحت رائدة في العمل الإنساني وهنا الأرقام تتحدث عن حصيلة العمل الخيري داخل الجمعيات الخيرية عام 2022 على سبيل المثال للحصر فهناك بعض الجمعيات استفاد منها أكثر من 80 مليون مستفيد داخل وخارج البلاد بحصيلة كلية ما يعادل 22 مليون وخمسمائة ألف دولار طبعاً إحنا ما نطلق مشروع إنساني إيغاثي تنموية تأهيلي حرفي طبي إلا أهل الكويت وأهل الخليج والمقيمين يساهمون معنا مساهمات كبيرة ما شاء الله تفاني عطاء بلا حدود الصغير والكبير الكل يحب الخير بدل الخير لغة الأرقام هي أكبر شهد على تبرعات المحسنين الكرام وحبهم للعمل الخيري فهي نعمة عظيمة لا تقدر بثمن أن يجعل الله تعالى عباده محلاً للعطاء كانت المساهمة بحدود يعني أكثر من خمسة مليون وخمسمائة ألف مستفيد إحنا دايماً اسم الكويت مرتبط في كل مساعدة يعني نسويها للخارج دايماً نقول لهم أن الكويت بجانبكم بعض الأطفال بدون ما نتكلمون لما يشوفون أن يكونوا عندهم علم الكويت يعني يشيرون لنا أو يلوحون في العلم الكويتي دليل أنهم عارفون أن هذه مساعدات جاية من دولة الكويت إحنا بالكويت نعرف بصناعة العمل الخير والله الحمد للبن اللي يتكلم عن الكويت في الخارج يتكلم دائماً عن أنشطاتها خيرية نشاطها المتميز في هذه المجالات فهذه هي العلامة المميزة لأهل الكويت ونطمح دائماً الحفاظ عليها وتكون دائماً تاج وسامع على صدورنا إنجازات كثيرة من كفة الجمعية الخيرية لا يسع حصرها في تقرير وهكذا يظل العمل الإنساني نجماً ساطعاً في سماء العمل الخيرية العمل الإنساني الكويتي نهج ثابت ومبدأ راسخ فهو أحد الركاز الأساسية للسياسة الخارجية مرم حرم تلفزيون نولة الكويت